طيب زي ما احنا متعودين هنبدأ أولى فقاراتنا بأهم الأخبار التي حدثت بالأمس ويمكن أهم خبر معنا هي أو هو جولة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي تفقد من خلالها الأعمال الانشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى كمان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريص خلال الجولة دي على تفنيد ما يتم تدوله مؤخرا بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية ده في إطار إنشاء وتطوير طرق جنوب القاهرة وربطها بالمحاور الجديدة خلونا نعرف تفاصيل من خلال هذا التقرير تفقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأعمال الانشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن جولة السيد الرئيس شملت قيام سيادته بتفقد أعمال تنفيذ محور ياسر رزق والذي يربط بين جنوب القاهرة بداية من محور حسب الله الكفراوي ومحور سمير موسى مرورا بمنطقة حي الأسمرات وكورنيش المقطم الجديد وصولا لطريق صلاح سالم ومحور الأوتوستراد بطول 9 كيلومتر وخمس حارات مرورية لكل اتجاه سيدتك صدقت على إنشاء عديد من المحاور لتكفيف ورقة مناطق الشرق القاهرة وجنوب القاهرة ومناطق غرب القاهرة بمناطق القاهرة الجديدة ومنها إلى العاصمة الإدارية لو بكلمنا يا فاني مع محور ياسر رزق محور ياسر رزق يا فاني منهرف من إنشاؤه هو نقلت كسفات مرورية وتوزيعها في مناطق وسط البلد لأن الناس يا فاني بتمشي سادتك على طريق صلاح سالم ويجعوا إلى الطريق الدائري فخلقنا محور يا فاني جديد يبدأ من تقاطقه مع طريق صلاح سالم بطول 9 كيلومتر تم دهو المحالة أقول يا فاني المسياتة كنت تتشرفنا عليها من شهرين بطول 2 كيلومتر التي قبلتها فيها تحديات تم التنسيح مع كافة أجهزة الدولة بالنسبة للمحالة الثانية يا فاني دي طولها 7 كيلومتر تبدأ من نهاية شارع 9 وحتى الربط على محور ساميرا موسى أسفل نفع الأصمرات محور ديس رزق يا فاني مالدو إن شاء الله جاري أعمال ربطه بكل نشي نيل في المعادي عن طريق محور ربط الحضارات بكوبري الدكتور صلاح الشاسلي يتم تنفيذ كوبري يا فاني في المنطقة دي بطول 900 متر يصل ارتفاعه إلى 45 متر يا فاني من الأرض الطبيعية ثم طريق سطحي حتى ربط على ياسر رزق بالنسبة يا فاني بطريق كل نشي المؤطم بيبدأ من محور الأصمرات يا فاني ويعتبر محور موازي الشارع التسعة هيخفف الضغط عليه إن شاء الله والطريق يا فاني بطول 7 كيلو متر حتى ربط على نهاية شارع تسعة تم نحوة الأعمال فيها يا فاني بالنسبة 80% متوخي بسط يا فاني بالقطاعات اللي سيابتك إن شاء الله ننفس فيها الحواضي السن دي عسان نتطمن إنه هو حيبقى مكوش أي مشكلة إن شاء الله الطريق كل نشي المؤطم ده يا فاني بدايته راعينا سيابتك إنه هو يتربط في محور طولة كفراوي ونظر يا فاني بتنفيذ محور ياسر رزق وتنفيذ طريق كل نشي المؤطم طريقة مرورية يمين وشمال محور حصوال الكفراوي ويبقى فيه دوران واحد فقط أسفل طريق دائري ثم ربط على مناطق ضراء المعادي إحنا حررنا ومش حررنا بس حررنا وسهلنا الحركة في شرق القاهرة تماما الكلام اللي حنا قلنا عليه ثم بتنقرب شوية بشوء لغاية لما وصلنا بنتكلم على رمسيس وبالخلق وعبدين وأصر القبا وشوبرا وكيفة اللي هي المناطق اللي مليانة زحمة طب إحنا عملنا كده ليه؟ إحنا قولنا إن الناس حنحاول نيسر الحركة في القاهرة مش كده؟ شارق وغرب شارق القاهرة وغرب القاهرة وغرب القاهرة اللي بنعمله اللي داخل القتلة السكانية الضخمة اللي جوه القاهرة اللي مكنش فيه حل لأن إحنا لو حبينا نعمل تحرير لحركتها بشكل زل اللي بنعمله هنا حنشيل حجم ضخم جدا من المنشاة صح كده؟ فقلنا إيه؟ نخلي نحرر لهم الحركة اللي رايح له بس النهاردة اللي يخرج يخرج بسرعة اللي يخرج إيه؟ يخرج بسرعة لما يخرج بسرعة يخلي يخافف الضغط مقام كان على إيه؟ على المنطقة اللي في النص مع الوضع في الاعتبار إن إحنا مستكتين مستكتين يعني إيه؟ إحنا بنتكلم عن مدينة المقطم مدينة المقطم كان بيخدام شارعة تسعة بس بالمناسبة إحنا أنا كنت قلت المرة اللي فات بنته في الشارعة تسعة أنا عارف المصعب إن إنتك تشيل حاجة فيك لكن على الأقل حسينه من خواص الشارع تم نروح فاني معمال التخطيب بالكامل وستهتم العبدالله على سيارتك باستغلال كل المسطحات المتاحة إن إحنا نحق عصد بدلا ما هو خمسة حرة يبقى ستة حرة إن شاء الله ما أمكن إن شارع تسعة موجود ثم بعد كده لما نخلص إن شاء الله محوى رأس الرزق وكرنيش هبقى الحركة للمقطم إيه؟ يسير إن شاء الله سواء كان للناس اللي في المقطم أو للمرين من خلاله مش كده؟ تماما وبالمناسبة أنا سعيد جدا إن كنتوا بتعملوا التاكسيات الخرصانة ديت عشان محصرش نيارت بعد الجيد مش كده؟ كلام دا مهم أول إن ما استعرفوا ده أغنية تكلفة إيه؟ كبيرة جدا كبيرة جدا وأنا شافوا بيتعامل هنا برد مش كده؟ بيتعامل هنا عشان مربو في المناطق الأرض بيتعامل المناطق الأرض أنا عايز أقول حاجة للناس اللي بتسمعنا هنا أي حاجة إحنا بنعملها هنا إحنا بنعملها تبقى لأصول على أعلى مستوى مش بنعمل موضوع يعني لا مش بنشوف الطريق النهاردة عشان نعمل حواية سندة كيلو ده أرقام كبيرة جدا عشان في النهاية تيجي تجد الناس الحركة ديت سهلة ليها يمكن الناس تقول لك التكلفة دي كتير وهي كتير حقيقة لكن في مقابل حجم الحركة وتنفيق الأصاب بتاعت التلوث كلام نحن نتكلم فيه الدولة اشتغلت فيه من بدر قوي وأنا عايز أقول إيه الكتلة دي بالكامل اللي كان يصعب الحركة فيها أنا عايز أقول الناس يطرحوا متحرك بها إزاي طب كان ممكن نتحرك فيها من غير الجهد اللي تعمل ده والمشاريع المقات الكباري والطرق اللي اتعملت في المنطقة دي وبتتعمل في كل حتة في القاهرة على الأقل عشان نخفف الأثر بتاع إزة أحمل عشر مليون امواط اللي مواطن اللي موابدين نعم نسيادتك ان هكمل كمان أحنا كمان أحن نسيادتك بناسغلين من الفورصة دي فاللي إحنا بنجدد جميع المدنية التحتية الموجودة في المنطقة بالكامل هنخلصون ان شاء الله تلاتين اتماعشر هنخلصوا كل بفنم بس هنستازين سيادتك أن الفطوات اللي فيها الحقيقة الثاندة بس عمال التصميم جارية و هنقدم سيادتك مفتت زمني في خلال فترة رائبة إن شاء الله مش هنتققها الكثير ولكن إحنا هنفتح الطريق إن شاء الله في التوحيد الإستاذك عمرت بي يعني دهدين عشرة هلقى فيه اتجاه مفتوح حتى لو بدي بعض القطعات فيها أعمال هنفصل عليها حركة عشان بس يبقى الطريق بلدو شجال إن شاء الله بلدو دايما سؤالي بس ألغبكم دايما وإحنا موضوعين هل إنتوا شايفين بتوجدكم في المنطقة حاجة ممكن نعملها نيسى راكتر على الناس في حركته أو نفتح مجال لأماكن الأماكن دي بالزروح الحالية ما تسمع لهمش بالاستفادة منها هو فنم إن شاء الله ديما قلت لسيادتك إن إحنا إن شاء الله الشارع تسعة ده بإذن الله خلاص في خلاص تطرق إيه بقى تعالى عن سيادتك تطويره ويتم دراسة إن شاء الله فنم إن شاء محور موازي من شارع تسعة ينشو ما العالب على سيادتك في حالة التصديق المحور بقى دهو كده من أول سيادتك اللي محور الكبري عمر سلايمان هيمشي سيادتك في كمتين مصالات قديمة فبندرسها يا فنم دلوقتي وعرف التعليم الآزة على سيادتك بعد سيادتك فنم وأوضع لحرارك إن شاء الله بمجرد نهو أعمال محور ياسر رزي ده إذننا نبدأ بمحور موازي كامل طوله 21 كيلو متر يا فنم موازي للطريق الدائري بيربط يا فنم ممالي المناطق لأنه شرق جنوب القاهرة أسه ومناطق شرق القاهرة يا فنم ومنها للقاهرة الجديدة طوله 21 كيلو متر يا فنم موازي كامل وده يا فنم هيساعدنا إن شاء الله إن إحنا أولا نخفف زمن الوصول للرحلات من مناطق العباسية ومناطق كونيش النيل سيادتك وفي نفس الوقت هيقلل استعلاك المحروقات يا فنم معنا إن يا فنم كان القاهرة يا فنم سيادتك مدروس إن في سنة عشرين عشرين لو ما كانش حصل التطوير اللي لقيتنا فيها يا فنم دلوقتي كانت القاهرة السرعة إعلانتها دي فيها عن عشر كيلو متر في الساعة طب أنا برضو يهمني في النقطة دي حاجة أحولتك فقط يا فنم إحنا الكلام دي المرة فاتت لما تكلمنا وقلنا يا جماعة خلي بالكم المحاور اللي إحنا بنعملها دي إن تلاهدف منها إن أنا أخفف الحركة على صالح السابق تمام سيادتكش كده وأنا عارف إن فيه تطوير لصالح السابق إن شاء الله وهنا يهمني أقول لكل ناس اللي بتسمعني اللي ليهم توابدات على محور الحركة بتاعنا سواء كانت مقابر زاد قيمة لشخصيات إحنا بنقدرها وبنحترمها أو زاد أصل تاريخي أنا بقول الكلام ده عشان الكلام ده أنا بشوفه وبسمعه إن يقول لك إيه اللي هيشيله المخبرة بتاع الفنان ويشيله مشاكل لا 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 يمكن أبدا إن إحنا هنعمل ده تجاه مناطق فيها مقابر لشخصيات مقدرة ونحترمها أو للمناطق الإيه الأسرية بنعالج ده يا إيمة بكباري مش كده يا أحمد أنا ده مهم من أنتو تقولوه عشانستبقى ما تدوش فرصة لحد إنه هو يعني يشوه البهد اللي انتو بتاعنا في بعض المحاور يا فنان تأمن نحوها بالبالس معي السادتك أشرح لسادتك بصورة مختصرة أولا يا فنان محور عمر سليمان محور عمر سليمان يا فنان بيبدأ من تقطعه مع محور الشهيد ثم على محور المشير محمد علي فاهمي وحتى الرابط على محور جمال عبد الناصر عن طريق كبري أعلى الطريق الدائري محور جهان السليات يا فنان والتي تم تنفيذه بالتعاومة منها هي هنسأل قطم السلاحة وجهاز التعمير واللي بيدأ من تقطعه مع شهر عرامسيس والهدف منه نقل تخفيف الكسافة المرورية في الكتلة في السكنية مزدحمة في وسط البلد والعباسية وسادتك بيمر يا فنان أسفل طريق سليمان ثم أعلى محور القتصرات وأعلى محور انتداد المشير طنطوي ثم أعلى محور الشهيد وحتى وصولنا إلى محور المساق محور المساق السيادة يا فنان بيمر بدأ من نهاية محور جهان السليات وأعلى شارع الحسن المأمون ثم أعلى محور شينزو آبي عن طريق كبري ثم أعلى ثم يتقاطع مع بداية محور المشير محمد علي فاهمي وحتى الربط بمناطق القاهرة الجديدة عن طريق محور نجيب محفوظ محور شينزو آبي يا فنان اللي بيقدم التقاطع مع محور الشهيد ثم يمر أسفل شارع حسن المأمون وأسفل محور المساق ثم يمر أسفل شارع مصطفى النحاس وكبري طوله كيلو ومتين متر فن محور داخل مدينة الأمل ثم موازياً لطريق السويس وتم مرعاة تحرير حركة المرية في المحور الموازي لطريق السويس عن طريق تنفيذ عدد تلاتة كبري مرت على محور نجيب محفوظ مناطق القاهرة الجديدة عن طريق كبري الفنان سمير غاني لو كلمنا يا فنان عن المحاول اللي تنفيذها حالياً تكلم يا فنان عن محور سميرة موسى محور الدكتورة سميرة موسى يا فنان بيبدأ من تقاطعه مع الشارع جمال محمد علي اللي تم ملطه بمناطق على الطاهرة الجديدة عن طريق كبري فريال عبد العزيز تم تنفيذ على المحور يا فنان عدد واحد نفع وجالي تنفيذ عدد اثنين نفع يا فنان في منطقة قلب شمال محور المشير ويمر المحور أيضاً توقع محور المشير عن طريق كبري المونوريل اللي وصل ارتفاعه لخمسة وعشرين متر ثم يمر بكبري أعلى محور عمر السليمان ثم يمر بكبري أعلى محور المشير محمد علي فاهمي وكبري أعلى محور الشهيد وينتقل محور عنده ربطه بمحور ياسر ريزي السيادتك مشرفنا عليه عن طريق نفع الأصمارات اللي أمام سيادتك احنا نخلص هنا تمام يا فنان احنا ان شاء الله فنان طبعاً نهو الزمن التامنهو المرحلة أولى الحمد لله المرحلة الثانية السيادة في النسبة التنفيذة دلوقتي 64% ان شاء الله لاتجاه الجنوبي القادم من صلاح سالم وحتى حامير موسى ان شاء الله هنقلصه 30 عشر بإذن الله بالكامل كما قام السيد الرئيس بتفقد سير العمل في محور محمد عزة عادل والذي يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان بداية من طريق الأوتوستراد إلى طريق الأين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة أعمال تنفيذ وإنشاء طرق ومحاول جنوب القاهرة وربطها بعاصم المحافظات والعاصمة الإدارية الجديدة وبعد الانتهاء بنسبة تنفيذ 100% من نحو الحصب الله الكفراوي الذي يربط طريق الأوتوستراد القادم من مصر الأديمة والقادم من حلوان بالطريق الدائري ومنه إلى شارع تسعة والهضب الوسطى وحي الأصمرات بالمؤطم ومحور ياسر رز وطريق الكورنيش الذي يتم تنفيذه حاليا يا فندم سيابتك صدقت يا فندم بإنشاء وتطوير شبكة طرق بمنطقة زهراء المعادي بإجمال أطوال 35 كيلو متر ومنها طريق محور سين صوت الذي يربط طريق الأوتوستراد بمحور حصب الله الكفراوي وتنفيذ محور محمد عزة عادل بإجمالي أطوال 12 كيلو متر خمسة حارة مرورية لكل اتجاه سيابتك فندم تم حل مشكلة المشكلة المرورية بتقاطع الطريق الدائري بمنطقة كرفور سيابتك صدقت بتنفيذ كبري للقادم من المنيب والقادم من المنيب والقادم من القاهرة الجديدة إلى المعادي سيابتك فندم تم ربط نفق السخنة ومحور الشهيد بمحور محمد عزة عادل عن طريق إنشاء شبكة الطرق الداخلية خمسة حارة مرورية لكل اتجاه النقطة التي سيابتك مشرفنا عليها فندم هي تقاطع محور محمد عزة عادل مع طريق العين السخنة والمتضمنة إنشاء نفق بطول 160 متر خمسة حارة مرورية لكل اتجاه وإنشاء اللوبات والرنبات اللازمة لتحرير الحركة في ذلك التقاطع وبالفعل فندم تم الانتهاء من أعمال الرنبات وذلك لضمان استمرار المرور فوق طريق العين السخنة من القاهرة إلى العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة والعكس كده فندم إحنا قدرنا نربط محور محمد عزة عادل ومنطقة جنوب القاهرة بمحاور نفق محور الشهيد ومنه إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة إحنا فندم إن شاء الله تاريخنا الأعمال الإنشائية بالنفق خلال شهر ينايب وبعدها فندم انزل أعمال الطرق لأن فندم ارتفاع قطع طريق السخنة يصل إلى 30 متر برضو الكلام اللي أنا بقوله أهبو بقوله للساميل محمود لو أنتم بعد وجودكم في المنطقة دية خلال طاطرة العمل اللي كانت شايفين حاجة تانية يتعمل وما يعني يزعل ما ستك فيه وقلولنا قيمت بقى حنخلص كده بالطريقة دية آآ سيادتك بإذن الله اللي نفق الخرصانة بإذن الله آخر سالة بإذن الله آخر شهر واحد إن بدأت من فوقه 30 متر بإذن الله آآ آخر شهر الدين هتكون خالصانة وطريقكم بالشيء بقى حليش بنامي إحنا حنفتح كده كده حنفتح مقدر ما نخلي خمس حرارات خليستة حرارات لكوستانة عشان بقى إحنا لو حدت كمان السيد رئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن خالص تقديره واحترامه لفلاحي ومزارعي مصر في كل ربوع الوطن في يوم عيدهم اللي استعادوا فيه كرمتهم وعزتهم وقال الرئيس السيسي لقد ظل الفلاح المصري على مر الزمان يبدل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفاني والإخلاص لتحقيق الأمن الغذائي للدولة وستظل توجهاتي المستديمة للحكومة ببدل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح وتوفير صبل الحياة الكريمة لهو لأسرته والارتقاء بحياتهم المعيشية وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم وتقديم حوافز مالية إضافية لتوريد انتاجهم من المحاصيل كمان امبرح كان في مجموعة من الأخبار والأحداث الهمة أبرز هذه الأحداث المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير تقرير ده تضمن إنفجرافات صلت من خلالها الضوء على سنوات الدعم والتمكين لثمان سنوات للفلاح المصري وكمان لجنة العفو الرئاسي وجهة الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والنائب العام والدخلية على دعمها المستمر في إنهاء ملف المحبوسين أخبار تانية نستعرضها بالتفصيل في هذا التقرير في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح أبرزها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير تضمن مجموعة من الإنفجرافات اللي صلت من خلالها الضوء على سنوات الدعم والتمكين التمانية للفلاح المصري ودوره كشريك للدولة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي وده كان بمناسبة لاحتفال بعيد الفلاح المصري السنوي السبعين التقرير صلت الضوء على جهود الدولة لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية وده بعدما تم التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية وتم إصدار أسعار مستقبلية متفقة عليها للمحاصيل الزراعية الدخلة في المنظومة بما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع إمبارح تقدم أعضاء لجنة العفو الرئاسي بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر في إنهاء ملف المحبوسين والتقدير للنائب العام لاستجابته لهذا الملف الهام وجهت أعضاء اللجنة الشكر لوزارة الداخلية على الجهود اللي بزلتها للتنسيق في خروج المفرج عنهم إمبارح وصلت شوادر مبادرة كلنا واحد عرض مستلزمات الدراسة مخفضة الأسعار وتم استقبال المواطنيين لشراء الأدوات المدرسية وأعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق فعليات المرحلة رقم 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية من إمبارح والمدة شهر بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد لتوفير كل المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة وبنسبة وصلت لـ 30% مع الاستمرار في توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة وصلت لـ 60% إمبارح كمان عينة الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثفات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بالتزامن مع تنفيذ أعمال أعمدة مؤسار المونوريل ورفع الكاميرات أعلى جسم نفأ اللواء باقي زكي في محور التسعين الجنوبي في القاهرة الجديدة الأمر اللي هيستلزم الغلق الكل للنفأ علشان كده هتكون مدة تنفيذ الأعمال 48 ساعة اعتباراً من الساعة 12 الصبح بعد منتصف الليل